هاي لكي المشاهدين مكملين معكم بباقي الفقرات وصار وقت فقريت باتس رح نتعرف اليوم على موسى حرقوس شاب عبر 24 سنة عمل أب كتير انترستينغ اسمه فر أب شو هي هال أب وشو هي والطارجت طبعه رح نعرف أكتر هلأ هاي موسى موجود بعمل كيفك؟ يعني فقريت باتس عطول منحكي عن الحيوانات وعن الرسكوينغ سباشيلي وعن كيف لازم يكون البيهيفير مع الحيوانات لما نلاقيهم كيف نتصرف معهم اليوم انت عملت أب كتير انترستينغ وفريدة من نوعه وأول مرة منشوف هيك شي عنا خبرني شوي أكتر عنا هاي دي الأب كرميل نعرف شو الطارجت طبعه للعالم تتعرف أكتر ونعرف كيف ننزلها يس أكيد سو هي فكرة فربض أول شي إجيت لما كنا نحن عم جارب نتبالنا بسعينة لقلنا سو لقينا أنه البروسيس اللي بدنا ننوح فيه مع الورانيزيشنز والباترسكورز كتير بروسس طويل ومعقد وما فينا نتعرف على البات قبل ما ننوح بالبروسس نحن كموبايل ديوليبرز وعملنا تيم وقررنا أنه نشتغل على موبايل أب بتعمل كونكت بين الباترسكورز والباترسكورز وحتى حلاحظه عنده بات وبابا قادر يهتم فيه وحلاحظه عنده إنشتف يتبنى كلب أو بسعينة سو طلعنا بفكرة فربض فكرة فربض هي أنه فكرة فربض هي أنه فيك تفوت على الأب بتلاقي إذا انت بدك تتبني كلب أو بسعينة بتلاقي لست كبيرة من البسعينات والكلاب فيك تعمل تبحث علىه وتنقي انت الكلب أو البسعينة اللي أنت بتفضليه يعني عم بتسهله شوية عملية الادوبشن أو الرسكيوين إذا قامنا نقول إذا كنت أنت يرسكو كلب أو بسعينة بتنزل الصورة على الأب وإذا أنت حدا خابب تعمل تفوت بتعمل البسعينة أو الكلب وتشوف شوية لتبنيه يعني أنتو عم بتسهله عملية الرسكيوين وعم بتسهله عملية الادوبشن نعم, المئة بالمئة الفكرة اني مش بس عنا لدينا كمين قاتلات على الأب وودت الكريمودي تعتبر على الأب في اللامر الاحداثة ضع المواتفة أو مجموعة الفكرة أنه هنا بس بيع أشكريموديتها على الأب سواء مشتركوا يوجدها مع الأشارة لأن كل الأشارة لديه نصبحت نعم نعم، من جاي، ومع ما حالته أسوأ هنا بيحطوا الستوري عائته على الاب وكيوزر بيفوت اليوزر بيشوفه بيقرر الباتستوري عائلت الكلب أولو ساني اللي بدوّي بانيها وبس إذا حب البات نلاقيه بيعمل الابوضوط نغرب الاب أو بيعمل الـ الاورجانزاشن حاطين أسامي الـاورجانزاشن حاطين أسامي الـ يعني كله موجود على الـ افريكيشن إذا حتهم ويفوت بيعرف بأي أورجانزاشن موجود مش انو انتو على الاب بتكون تعملوا الكنتاكت مع الشخص اذا بفوتو دغرب يلاقو اسم الارغانيزاشن مع الرقم اوكي احنا عنا على الاب هنالي بيحطوا البات في حيالة شخص يلل عنده بات بد ينزل بات هذا الوزر ما بيكون بيرفوائد على الاب بيكون بيوزر طبيعي مثل ومتليك عنده كلب او بسينة بابا قادر يهتم فيها ويحطة تحت يجارب يلاقي بات شديد لبسينة تعيته وفي عنا الـverified users اللي هنه نحن بنعملهم verify من الاب اللي هنه الـorganizations والpat rescuers اللي نحن بنحط بالاب انه هنه trusted users سو انت بس تتبني من trusted organization او pat rescuers او pat activist بتعرف انه انت عم تتبني من حدا عم بيشتغل بهالدمان وعم بيجارب توليسكو باتس ادما فيه اوكي رح نشوف فيديو صغير هلا اللي بيفرجينا شوي اكتر عن الاب اللي عم نحكي عنا وكون هيك عنا فكرة شوي اكتر كيف بتصير القصة فهيدا هي الاب عم بيقطعوا معنا هلا الصور بيبين عنا اذا بدنا كلب او بسينة مع الصور ومع الاسامة تبع كلبات لك شو مهضومين لك هيدا شو مهضوم ليو اوكي وتحت هنا حاتة الـ google maps او اللوكيشن لذلك من الأقل لديد الأشياء فيه ليجب منطقة في أي منطقة ليس ليجب منطقة لنا حتى أنو نحمل لوكيشن لما انطقة لديه ليجب منطقة لانه فيه فيه 필تر على الاب كما شفت أنه طليع على الفيديو إنه فيك تعمل فلتر مثلا إذا أنت عنديك بديك 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 أو بديك أو بديك أو بديك أو بديك أو شيء في عنديك بديك تعمل فلتر للإدابشن لست بتنقى إنه إذا بديك سمول دوغ، بيك دوغ، يونغ، أدولت، سينير دوغ فيك حتى تسلاك إنه تريد أن ترى أجهزة من المستخدمين حتى إنه تكون إنت مرتاحة من مين تتبني موسى الفكرة كتير حلوة وإنتوا يعني فردين منكم هذا أول أب في لبنان بتطلع خاصة بي بالإدابشن وبالرسلوينج هلأ سؤال رح نرجع شوي، إنت ومين طلعت بالفكرة وكتير برتط طبقوة يعني كيف تأجدتكم هالفكرة؟ أنه أنت عمرك 24 سنة اليوم، سوالباقرام طبعك أنت شو عامل شو ديريس؟ أنا كمبيوتر ساينس بالأليو وأصحابك عم يساعدوك بالأبليكيشن أقعد تو فكرتو فيا وطلعتو فيا أجدتو فيا الأبليكيشن أكيد ما تطلعد بنهار ونهارين يأخذت شغل معكم كيف تتحصلوا عليكم؟ اكيد أول شيء، تليك إذا كان نشوف المشكلة ونحن لقينا مشكلة ونحن نشوف المشكلة نحلها نحنك بشكل ثلاث موقع عملنا التيم، وقررنا برشكل موبايل ... لأربما تشكي في جميع الملحات للحب المؤكدين ... ... لذلك يصلنا على تيساوات نحن كثير منك , ... لنرى أن يعملوا في امريكا أو اكتر manger ... حينما تسمل هذا التمسؤات؟ نجد أنه يعمل المتركة بالفاصيل من داخل الارض ... وعينبدا هناك السلطات لنتحدث عننا ... ينبها هناك بشأن نقتشن منها ... بين أنه حدا بطل قادل يهتم بكلبه حدا سيفر حدا وفي مشكلة عطول نسمع أنه بيقولوا جربنا ندق لجمعيات لأسوسياشنز ما عم بيردوا ومش عارفين مين بدنا نحكي فأنتوا جامعين كل شي بها القاب وصار كل شي هلأ أصلا على الموبايل يعني نحن كل شي بنا نعمله كله صار على التليفون كله صار أسرع علينا هذا الشيء إذا بدنا نقول من أنه ندق وننطر حدا يرد علينا فأكيد هذه الفكرة كتير منيحة كيف يكون التجاوب مع الجامعيات اللي عم تتواصلوا معا في عنا كتير جامعيات اللي هلأ أنه بيشكرونا أنه نحن حطينا الانشيطيفة نشتغل على هيك لأنه نحن عم نساعدهم يوصلوا لأودينس أكبر أكيد عم بتساعدون وعم بتخففوا عنهم يس لأنه هنه أنه أوكي عم يهتموا بالباتس تعولون بس معنهم كباسيتي ومعنهم وأكيد إذا الكلب بدون يهتموا فيه إذا عندهم نمبر كبير مثل مثل مثلا 100 بات الكلب بدون يهتمون فيه وكل هلئكي هنه يوم ينقشون في العالم يعني هل يقدر العالم القدر من القدر فيها لإعطائم لا يوجد لإعطائم قدر من القدر بس بيشكرو نحن نحن للمعلومات يوجد الوصف بينك وبين الجامعية. هل ستكون لديكم خبر أنه يحدث معهم؟ نحن نصل لشخص التي تريد أن يتبنى مع الجامعية. ثم يأخذون لأن كل الجامعية لديهم نفسهم. يريدون أن يتعبون يريدون أن يشاهدون لأنه لا يوجد أن يتعادل. نحن نحن عادي حلوظ befsed ثم يقاتل Up to a الناس ورائد هل سيكون هناك التعديد مع العالم؟ بمعادر تتقاضي with that. ما هو وضعه؟ الانتراكشن على الموبا الأب عم تكون كتير حلوة نحن صلنا شيء 3-4 شهر هلأ جدا كتير نحن كتير جدا عاملين لانش للأب وبيخلال هالوقت عنا أكتر من 500 بات صار أهدد على الأب وأكتر من 200 إلى 300 بات عامل عامل أضابشن على الأب فيه انتراكشن كبيرة يعني يس وفيه انتراكشن كبيرة فعنا أكتر من 5000 يوزر اللي عاملوا دعملوا للأب أكيد لكل اللي عم بيحضرنا اليوم نقول لكم انهم تنزلوا الأبليكيشن لأنها كتير مهمة لكل البات لوفرز حتى لو ما بدكن تتبنوا هلأ أو ما بدكن هلأ تتخلوا عن الفات اللي عنكن I think it's a must أن يكون عنا هاي دي أب وحتضل up to date وعطول بيضال في أشياء جديدة أكيد بكرة بعدين حتصيروا تزيدوا أشياء نحن عنا أصنبارتين بالموبا الأب اللي هو لست عن فاند فكرة لست عن فاند إجيت أنه نحن عنا كل الوغانيزيشن بات رسكويرز على الأب صح؟ وهنا يستعملوها بدايلي إذا ديعت إذا صورت ونزلتها على ساكشن يمكنك ربور ميسنغ دوغ أو ميسنغ دوغ أوكي يمكنك ربور يستفيق مننا إذا انت يتعرف ميسنغ دوغ هنا الوغانيزيشن سيشوفوا أنه هذا ميسنغ دوغ إذا إذا أجي هون ميسنغ دوغ دغري حيفوتوا على الأب إنه ضيع كلبه أو ضيع بسعينته إذا 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 نزلت إذا نزلت السورة تقريبا على الأب دغري حيجر الوغانيزيشن يقولك نحن لقينا يريد أن تقريبا تقريبا مننا يعني أعتقد أن هذه الأب ممتازة وأكيد هي فور فري لها لأ فور فري ولا بعدين ما قلت سير بايد لا نحن كل الادوبشن واللست انفاون سيرفوسز سيكون فري على الأب ومينما كان في ينزل ويستفيد مننا حتى الوغانيزيشن والبات رسكورز سيكون فري لكل الوغانيزيشن نحن نجرب نكبر الأب شوية بشوية حتى تصير إنه إسانشل لكل بات اونر في لبنان سيكون نزيد زيادة مثل بات شاب بات سيرفوسز أكيد يصير الواحد بيقدر يعمل البروفيل للبات تيعوه إذا عندك مثلا كالب اسمه تري بتعامل البروفيل لتروي بيصير فيك تعمل شاب لتروي عرفته عم ندخل كل شي إنه إنجينيرينج مع بالبات بالبات اندوستري تحت نعمل بلاتفورم تحت تفيد الجميع أنا أكيدة إنه هيدا الأب رح تروح فيرل أتسانفونت رح تصير عندك كتير عالم يأخذوها وينزلوها بس بدنا نقول للشخصين اللي معك اللي عم يشتغلون أنت مش لحالك كمان يعني في أنت شو اسم الشابين اللي عم يشتغلوا معك فيه ميشيل نصار ميشيل نصار وعلي خي وعلي خي أكيد لأنه هن كمان عم يشتغلوا معك بالابليكيشن نحن نشوف نحن نشوف هالأبليكيشن نزلو هالأبليكيشن في شو نرجع ونقول اسمها كيف يكتبوها طيلاقوها فيربود فيربود بو دي ف يو أر أر بيو دي بيو دي فيربود هي مش فرقب فيربود كتبناها غلط هي الأبليكيشن نزلوها أكيد الكل رح يستفيد بنا جيد لك بكل شي بتعملوه موسى نحن نحن أنتو أشخاص هالأد يونج وعم بتهتموا بالمشاكل اللي نحن نرجحها اليوم بلبنان تانكيو لوجودك مشاهدينا هدا كانت فقرة باتسلا اليوم رح نروح برايك صغير ونكمل باقي الفقرات